الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا بسم الله الرحمن الرحيم نتدارس اليوم الصفحة الرابعة والستين بعد المائة من المصحف الشريف قال الله تعالى في قصة موسى حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق بعد أن قال موسى إنه رسول من رب العالمين قال لفرعون حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق أي جدير أو حريص على ألا أقول على الله إلا الحق أي إن القول الحق وفي قراءة حقيق علي ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم أي ببينة بحجة تشهد على صدقي فأرسل معي بني إسرائيل أي تركهم يذهبوا معي قال إن كنت جئت بآية قال فرعون إن كنت جئت بآية أي من ربك فأتي بها إن كنت من الصادقين في دعوات فألقى عصاه أي ألقى عوسى عصاه على الأرض فإذا هي ثعبان مبين أي حية عظيمة ونزع يده أي أخرجها من جيبه فإذا هي بيضاء للناظرين أخرجها من جيبه والجيب هو مدخل الرأس من القميص فإذا هي بيضاء للناظرين أي تتلألأ نورا قال الملأ من قوم فرعون قال الملأ من قوم فرعون أي أشراف القوم من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم أي إن هذا وهو موسى لساحر عليم أي ماهر بالسحر يريد أن يخرجكم أيها الأقباط من أرضكم فماذا تأمرون هذا من كلام الملأ وقيل إنه من قول فرعون وأراد أن يستشيرهم في هذا وهذا هو الأظهر قالوا أرجه وأخاه المراد أصخره وقيل أحبسه وقيل دعه وتركه وهذه اللفظة فيها عدة قراءات سبعية وأخاه أي وكذلك أرسل أخاه أو أترك أخاه أو دعه أو آخره وأرسل في المدائن حاشرين المدائن جمع مدينة ومعنى حاشرين أي جامعين للسحرة يأتوك بكل ساحر عليم أي الذين أرسلتهم يأتوك بكل ساحر عليم كثير العلمي بالسحر وجاء السحرة فرعون وكان عددهم فيما قيل سبعين قالوا إن لنا لأجرا قالوا لفرعون إن لنا لأجرا أي لجائزة إن كنا نحن الغالبين كنا نحن الفائزين أو الغالبين لموسى قال لهم فرعون نعم نعم وإنكم لمن المقربين في قراءة بكسر العين نعم قال نعم وإنكم يعني لكم أجر وإنكم لمن المقربين أيضا لدي قالوا يا موسى قال السحرة يا موسى إما أن تلقيها وإما أن نكون نحن الملقين قالوا في ميدان المبارزة خيروه بين أن يكون هو الأول أو هم قال ألقوا قال موسى ألقوا أي ما بأيديكم فلما ألقوا أي حبالهم وعسيهم سحروا أعين الناس بتمويهم وخدعهم واسترهبوهم أي أدخلوا الرهبة في قلوبهم وجاءوا بسحر عظيم في أعين الناس ثم قال الله تعالى وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك أي أمرناه أن يلقي عصاه فإذا هي تلقف فإذا هي أي العصى تلقف أي تبلع أو تبتلع ما يأفكون ما يختلقونه من كذب فوقع الحق أي ثبت الحق بطل ما كانوا يعملون من السحر فغلبوا بنالك أي السحرة وانقلبوا صاغرين غلبوا في ذلك الموقف وانقلبوا صاغرين انقلب فرعون وقومه والجميع انقلبوا صاغرين أي ذليلين وألقي السحرة ساجدين حينئذ عرف السحرة أن موسى ليس بساحر وانقلبوا السحرة لأنهم جاءوا بتمويهات وخداع فخربوا ساجدين كأنما ألقاهم أحد من خلفهم من حيث لا يشعرون من قوة الإيمان الوارد على قلوبهم في ذلك الموقف وربنا أعلم ها هنا سؤال واحد المراد بقوله فأرسل معي بني إسرائيل هل من بسط في هذا نعم هو أراد موسى عليه السلام أو طلب من فرعون أن يترك بني إسرائيل وبني إسرائيل هم بن يعقوب كما هو معلوم فطلب أن يتركهم ليذهبوا معه إلى الأرض المقدسة لأنها أرضهم هي في الأصل فأم النسل يعقوب وإنما مكثوا في مصر لأن فرعون استعبدهم وكان بين مجيه يعقوب وبنيه إلى مصر وزمن موسى عليه السلام فيما قيل مئات من الأعوام قد تره بعضهم بأربع مئة عام وربنا أعلم